اشتركوا في القناة تحضر عن بعد تطرق فيها للإنجازات التي ما فتأت تحققها الجزائر على جميع الأصعدة على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية وهي إنجازات يضيف السيد الفريق أول تبعث على الافتخار بما تحقق وتدفع الوطنيين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي ما فتأت تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية الواحد والثلاثين لجامعة الدول العربية التي تشهد مخرجاتها ونتائجها على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذه النظرة التي مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع الدول والمنظمات الجهوية والدولية